منذ الأسبوع الماضي والبعض يتساءل لماذا لم نشهد فرض عقوبات على البنوكة الروسية من حيث تتعاملها مع السوفت وبالفعل جاءت هذه العقوبات في عطلة نهاية الأسبوع الماضي سمعنا من عدة دول طبعا الولايات المتحدة المملكة المتحدة المفوضية الأوروبية إيطاليا اليابان وفرنسا كندا كلها وافقت على عزل العديد من البنوك الروسية عن نظام السوفت لكن ما هو السوفت طبعا السوفت هو جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك تأسست هذه الجمعية في عام 1973 لتحول محال ما كان يستخدم فيها السابق وكان اسمه تلكس وتستخدم الآمن قبل حوالي 11 ألف مؤسسة مالية لإرسال رسائل آمنة وأوامر دفع ومع عدم وجود بديل عالميا بعد هذه أو يعد هذا بمثابة شيء أساسي للتنويل العالمي ومن مستحيل الاستغناء عنه طبعا يقع مقر السوفت في بلجيكا وتمتثل للوائح الاتحاد الأوروبي ويرى العديد من الاقتصاديين بأن عزل أي دولة عن السوفت قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة جدا أما بالنسبة للبنوك فطبعا ما شهدناه في إيران تم فصل البنوك الإيرانية في عام 2012 عن نظام السوفت بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها بسبب البرنامج النووي للبلاد وقدرت خسارة طهران حينها بما يقرب من نصف عائدات تصدير نفط و30% من التجارة الخارجية بعد إزالتها عن نظام السوفت وطبعا كانت من أكبر الدول التي تأثرت بهذا القرار كانت اتخذت روسيا خطوات في السنوات الأخيرة لتخفيف الصدمة إذا تم إزالتها من نظام السوفت أنشأت فعليا موسكو نظام الدفع الخاص بها وهو يسمى في الاس بي اف اس بعد أن تعرضت للعقوبات الغربية في عام 2014 حينها بعد نم شبه جزيرة القرن في وقت مبكر من ذلك العام ولكن لدى اس بي اف اس الآن حوالي 400 مستخدم فقط ووفقا للبنك المركزي الروسي يتم حاليا 20% من التحويلات المحلية من خلال هذا النظام لكن حجم الرسائل محدود والعمليات محدودة بساعات أيام الأسبوع اليوم نظر ربما على بداء الصينية أيضا ولكن لا تكفي لي كونك خارج نظام السوفت ولكن حوالي 80% اليوم من المعملات الأجنبية التي تتعامل مع المؤسسات المالية الروسية مقومة بالدولار الأمريكي هذا طبعا ما شهدنا من موسكو خلال الفترات الماضية يلاحظ معنا منذ عام 2015 قلصت حيازاتها بشكل كبير من الدولار الأمريكي وحتى من اليورو قلصتها بعض الشيء ولكن يبقى اليورو أعلى من الدولار ولكن ما لاحظناه خلال العامين أو ثلاث سنوات الماضية زيادة حيازاتها من العملات الصعبة في اليوان الصيني وكان هذا بسبب زيادة التعامل مع الصين والتجارة مع الصين وكنا شهدنا نظام أنظمة مدفوعات اليوم الصينية أسعار شركاتها ترتفع جدا نتيجة هذا التطور أما بالنسبة للبنك المركزي فكما شهدنا استأنف شراءه من الذهب خلال الفترات الماضية وأيضا اليوم كان القرار في رفع معدلات الفائدة إلى 20% من 9.5% ولكن مع عزل البنوك الروسية عن نظام السوفت هل بالإمكان وخصوصا البنك المركزي هل بالإمكان الاستفادة من هذه الاحتياطات أم لا طبعا العملة كانت انهارت بحوالي 30% في تدورات الصباحية وهذه الخطوة لم تكن ربما كافية للحد من الخسائر في العملة ترجمة نانسي قنقر